اشتركوا في القناة قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والعذاب والقتال عدونا لو قلت ميكايل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومهكال فإن الله عدو للكافرين زعم اليهود أن جبريل عدوهم وأن ميكايل وليهم رغم علمهم أنهم من الملائكة المقربين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر وبخاصة الملكان جبريل وميكال لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وأن ميكايل وليهم فأعلمهم الله أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله عز وجل فإن الله عدو للكافرين والجاهدين ليه في الآية الكريمة جاء ذكر جبريل وميكال بعد الملائكة وده يرجع أولا لبيان شرف ومكانة جبريل وميكايل عليهم السلام زي ما تقول حضرتك أنا رحت مبارح زرت قريبي وجدي طيب ما جدي من قريبي ليه تم ذكره بعد قريبي ده لمكانت جدي عندي والسبب الأهم معروف أن اليهود قوم بهت فكان لازم نسد الباب قدامهم فعلى فرض أن الآية الكريمة لم يذكر فيها جبريل وميكايل ماذا سيقول اليهود نحن لم نعادي الملائكة بل عادينا جبريل فكان لابد من سد الباب أمام اليهود وحتلاقي حضرتك قراءات مختلفة لجبريل وميكايل مثلا جبريل هتلاقي فيه هناك جبرايل وجبرايل وميكايل هناك أيضا ميكال وفي الآية الكريمة لماذا صرح الله عز وجل باسمه مرة أخرى فقال فإن الله عدو للكافرين وكان من الممكن أن تكون فإنه عدو للكافرين وده يرجع برضو لأن اليهود قوم بهت كانوا حيقولوا أن الضمير ده عائد على جبريل عليه السلام وليس على الله عز وجل وفي هذه الآية الكريمة انتصار لجبريل عليه السلام فمن عاد جبريل عليه السلام فقد عاد ميكايل عليه السلام ومن عادهما فقد عاد الله عز وجل فالله عز وجل وجميع الملائكة وجميع الأنبياء وحدة واحدة لا تتجزأ فمن عاد ملكا واحدا فقد عاد الجميع ومن عاد رسولا واحدا فقد عاد الجميع وأصابه الكفر قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرنك ربنا وإليك المصير ولأن اليهود قوم مديون فقد والوا ميكائيل القائم بأمور الحياة المعيشية وعاد جبريل عليه السلام القائم بأمور الحياة الإيمانية ألم يكن جبريل عليه السلام وليا لموسى عليه السلام وبني إسرائيل وذاك لما خرجوا من مصر ألم يكن يمطتي فرس ورآه السامري ألم يكن وليا لموسى عليه السلام في يوم الزينة لما ذهب إلى فرعون في القصر وآمن به الصحراء وسجدوا لرب العالمين ألم يبشر المؤمنين بالجنة فعداوة اليهود لجبريل عليه السلام أمين الوحي بكل تأكيد هي عداوة لله عز وجل وبكل تأكيد عداوة اليهود للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين هي عداوة لله عز وجل قولا واحدا وإذا كان اليهود عادوا جبريل فإن النصارى قد عبدوه فجبريل عليه السلام ما بين تفريط وتقريط والحقيقة أن جبريل عليه السلام ما هو إلا ملاك من الملائكة المقربين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله عز وجل في الحديث الكدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن أمثلنا الشعبية العند يولد الكفر ورغم أن ظاهر الآية الكريمة تخاطب اليهود في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن الحقيقة الآية الكريمة بتخاطب المعاندين في كل زمان ومكان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكان من دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سراط مستقيم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر